القيم الدينية التي تعزز النجاح المهني في العمل كيف يمكننا تحويل النواية الحسنة إلى عمل يعني أنت ذكرت الحديث إنما العمل بالنيات فأنت عندما تجعل النية لله سبحانه وتعالى أنت في جهات في عمل ولو لنفسك عندما تتوكل على الله أنت في عمل عندما تشكر الله وتشكر رب العمل أنت في عمل إذن النيات تصير العادات تصير العادات عبادات كما قالوا كانت هذه الأعمال أعمال قلبية كما ذكرنا فلا تحشد صاحب العمل بل ادعو له بالبرك وسل الله له المزيد وسل الله التوسعة عليه فإذا عملت فيكون إتقانك للعمل يعني هناك العمل القلبي وهناك العمل الذي يصدر من الجوارح أو من ما يقوم به الإنسان سواء هذا العمل بقى متعلق بالعين متعلق بالحوسبة متعلق بأعمال يدوية أو حرف يدوية أو صنعة معينة فلابد أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا العمل تأخذ عليه أجر في الدنيا فكذلك تأخذ عليه أجر في الآخرة لأن الأعمال بالنيات والله سبحانه وتعالى حينما جعل لنا العبادة فلم يكن انشغل بالعبادة أو انشغل بالعبادة عن العمل بل قال لك إذا انتهيت من عبادتك على طول إذا انتهيت من العبادة فإذا قدية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واسكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فمع هذا الحرص على أداء العبادة كان هذا الحرص كذلك على الانتشار وعلى السعي وعلى الكذب الحلال الذي يبتغي به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى لأن أعمار الأرض واجب نعم إذا الشخص بدون عمل هو تارك لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى ما خلقنا الله سبحانه وتعالى إلا يعني جعلنا خلائف في الأرض قال لننظر كيف تعملون ويعني هذا العمل الذي يريده الله سبحانه وتعالى لذلك نقول دائما أن هناك الأعمال الذي يعني تهدد حياة البشر الآن لكن نقول دائما أن هناك الأعمال التي تقوم الآن بتهديد البشرية بتهديد سواء كانت هذه يعني لا سيما في موضوع الحروب في موضوع الأسلحة اللي هي النووية والأسلحة أسلحة الضمار الشامل وهذه التي تقتل الأخضر واليابس هذه التي يعني تجعل الإنسان يتحول إلى وحش كاسر يقوم بعمل يعني محركة في الأرض أو يقتل الناس الأبرياء أو إلى آخره فكل هذه آلة ولا أسميه عمل يعني عمل حسن لكن نقول أن هناك المنظمات التي تشد على أيدي أصحاب القرار وصناع القرار بأن تكف هذه الآلة القاتلة عن العمل أو تحييدها بعيدا عن حياة الناس لأن حياة الناس قائمة على الاستقرار وقائمة على الأمان وقائمة على حب الخير لكل الناس وحب الخير للغير والله تعالى المستعان للأسف الظلم في الأرض منتشر بدأ من عندما قتل قابيل هابيل وانتشرت هذه السنة إلى الآن لذلك لا يوجد التوقف نسأل الله السلامة والعافية ترجمة نانسي قنقر